هل يوجد أحد من الأخوات غير المسلمات يرغب بالسؤال؟ لدينا أخت على الجانب الأيمن، تفضلي أختي السلام عليكم يا شيخ أنا هندوسية وأنا أماروتا، حصل على دبلوم في الهندسة أنا آسفة لأني سأطرح هذا السؤال الهندوس يؤمنون بديانتهم والمسلمون أيضا يؤمنون بديانتهم ولكن عندما يلتقون الهندوس لا يحاولون جعل الآخرين يعتنقون ديانتهم أما المسلمون فهم يقومون بدعوة غيرهم لاعتناق ديانتهم سأعيد صياغة سؤالها لأن سؤالها كان غير مرتب ولا يفهمه الجمهور الهندوسيون عند لقائهم بالمسلمين لا يقومون بدعوتهم لاعتناق الهندوسية صحيح؟ أما المسلمون فهم يقومون بدعوة الهندوس لاعتناق الدين الإسلامي صح؟ صحيح أختي إن سؤالك هو كالمثال الذي سأطرح هناك طالب يذهب إلى المدرسة وهو ربما بالمرحلة السابعة أو المرحلة الثامنة وهناك طالب آخر قد أنهى مرحلة الدراسة الجامعية وربما يقمل دراساته العرية كالماجستير مثلا عندما يلتقي هذان الطالبان فهل سيقوم طالب المدرسة بمحاولة تعليم طالب الماجستير؟ أم أن طالب الماجستير هو من سيقوم بتعليم طالب المدرسة؟ أختي هل سيقوم طالب المدرسة بمحاولة تعليم طالب الماجستير؟ أم أن طالب الماجستير هو من سيقوم بتعليم طالب المدرسة؟ أختي أنا أسألك سؤال بسيط وليس صعب أختي هل فهمت سؤالي؟ إذن هل سيقوم طالب المدرسة بتعليم طالب الدراسات العليا؟ أم أن طالب الدراسات العليا هو من سيقوم بتعليم طالب المدرسة؟ طالب الدراسات العليا بالتأكيد نعم صحيح وبالمقارنة نجد أننا نحن المسلمون بما نؤمن به نكون قطالب الدراسات العليا ولذلك نحن عندما نلتقي بإخواتنا الأصغر سناً منا والذين يرتادوا المدرسة فمهمتنا أن نشارك المعلومات معهم أنا لا أرغب أن أكون أناني فكما تعلمين أن الأشخاص الأنانيين لا يحبون لطالب المدرسة أن ينجح بل سأتركه يعاني ويبقى في المدرسة لأنه إذا أصبح بمرحلة الدراسات العليا فإنه قد يأخذ من وظيفتي هؤلاء هم الأنانيون ولكن ما شاء الله نحن غير أنانيين لأن مهمتنا هي نشر رسالة الحق فلذلك عندما نلتقي بالهندوسيين أو المسيحيين أو البوذيين فنقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ونحاول أن نعلمهم نحن لا نريد أن ننتقص منهم إنما نحاول تعليمهم ليحصلوا على المراحل الدراسية العليا فبذلك نكون كيلانا قد حصل على عمل جيد هذا العمل الجيد هو دخولنا إلى الجنة لأننا لا نرغب أن ندخل الجنة وحدنا بل نرغب بإحضار إخواننا وأخواتنا ليكونوا معنا أختي هل ترغبين بالدخول إلى الفردوس؟ لم أفهم هل تريدين دخول الفردوس؟ لا هل تريدين دخول الفردوس؟ نعم أم لا أنا أريد أن أدخل الجنة فقط نعم كلمة الفردوس هي لفظ آخر مراضف للجنة ولكن يوجد بعض القواعد لدخول الجنة وكما ذكرت في إجاباتي السابقة فإنه نسبة إلى ما جاء به الكتاب المقدس ونسبة إلى ما جاء به الكرآن والإنجيل فإنه إذا أردت دخول الجنة فيجب عليك أن تؤمن بوحدانية الله وأن الله ليس له مثيل ولا شبيه وليس لديه آلهة أو ثلاثة